لك كل الموافقية يا كاكا مصطفى حبيبي بعد وصول أسماء الكابينة الوزارية إلى البرلمان رسميا ساعات مفصلية في تاريخ البلاد بولادة فجر جديد أو نفق مظلم لن يخرج منه العراق بسلام معترك أخير يخوضه الكاظم مع الكتل السياسية بمسمياتها الثلاث الشيعية والسنية والكردية للتصويت على تشكيلته الوزارية كل شيء متاح في السياسة وخاصة في موعد الجلسة اليوم يعني احتمال كبير أن الجلسة تؤجل واحتمال أن لن يطم التصويت على كل الحقائب الوزارية ننتظر الساعات القليلة القادمة ستكون الفيصل بالنسبة الكرد نحن موقفنا واضح ندعم السيد الكاظمي وحكومته لكن كما ندعمه وكما يجب على الجميع أن يتقاربوا بالتنازلات يعني لا يجوز أن نحن نتنازل فقط عن الحقائب وعن حقوقنا الدستورية بالمقابل الكتل السياسية الشيعية والأخرى لا تتمسك وتتشبث بمناصبها أو مغانمها وبعد دعوة رئاسة مجلس النواب وصل جميع أعضاء البرلمان من البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد لتبقى حضوظ الكاظمي كبيرة خصوصا بعد إعلان اتحاد القوى والكتل الكردستانية واتلاف المحافظات المحررة وتيار الحكمة وسائرون دعمهم بمنح الثقة لحكومة الكاظمي جسد منح الثقة بالتأكيد سيكون هناك تداول بين المكلف وبين القوى السياسية وأيضا الأراءة المختلفة بين القوى السياسية على المرشحين البعض يختلفون نوعا ما على المرشحين الآخرين التي تخدم تقديمهم المكتل والمكونات الأخرى لذلك الطريق أمام السيد المكلف طريق صعب ووعر يجب أن يتجاوز عليه ويجب أن يلمي البيت العراقي بصورة عامة حتى يستطيع ترضية الأحزاب السياسية الموجودة في المجلس العراق وهذا هو حال العراق نحن كنا نتمنى أن يكون الوضع ليس بهذا الشكل وبلغة الأرقام البرلمانية يحتاج الكاظمي إلى حضور 166 نائبا لانعقاد الجلسة في نصابها القانوني فهل يستطيع الرئيس المكلف الصعود إلى هرم السلطة بمساعدة مؤيديه ساعات معدودة وستكشف حقيقة ذلك جلسة منح الثقة اليوم لحكومة الكاظمي ترتبط نتائجها بالتوافقات السياسية والتي على ما يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح من أربيل بشيرة الحسن قناة الفلوجة